ومنهم رجل جاء إلى بعض العلماء يستفتي قال أنا مثهبي حنبلي على مثهب الإمام أحمد بن حنبل أرجو أن يكون جوابي على مثهب الإمام أحمد بن حنبل قال له ما هي مسألتك هذه قال كبرت في صلاتي وفي أثناء القراءة حسيت أنه خرج من دبري شيء حسيته وشميت رائحة كريهة ثم بعد ذلك أردت أن ألمس وأتي أكان وبعد ذلك لمس وإذا شير طب لين لجج فهل صلاتي صحيحة أو لا قال لقد خريت على شميع المذاهب قم توضى واختسل واخسل النجاة وعبال كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر